بداية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني قال الله قالت يا عبادي تؤكد قالت يعني ما قولت زي ما احنا قال الله قالت القالة قال الله يا عبادي يبقى لازم يكون قال الله لا يملك الرسول ولا غيره من البشر أو الرسل أو أن يقول يا عبادي فالعبودية لا تكون إلا لله وهنا يظهر قيمة أو سؤال حضرتك في الحلقة السابقة أو اللي قبلها طب الحديث القدس ليه لعله يذكرنا بما فعلا يعني قد غضبنا الطرف عنه مسألة العبودية شوف حضرتك لما تسأل نفسك سؤال قديم وإحنا لسه بنشب كده ونطلع يعني لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى فيجيب القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ليعبدوا عايزين نحط مفهوم العبودية بس عشان يبقى استفادنا من الحديث ومن القرآن دي من أول لفظة اللي هي عبادة أولا لا يملك أن يقولها إلا الله سبحانه وتعالى دي الفايدة الأولى دي الفايدة الأولى ودي تؤكد قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى النقطة التانية ما هي العبودية يعني ما هي العبادة ما هي المسألة دي شوف إحنا سبعتاشر مرة في اليوم بنقول إياك نعبد لكني ألفت الأنظار أننا قليلا ما عملنا بها بنقول اللي هو قول اللسان مش القول الحق يعني شوف إياك نعبد وإياك نستعين فأنا بأخذ النهاردة بس إياك نعبد وبعدين أبدأ أقول عايز حد بيعرف عايز حد بيشوف عايز حد بيفك العمل عايز حد بيكل ده وإنت بتقول إياك نعبد فين إياك نعبد فلما إنت غطيت الطرف عندي نداك الله في الحديث يا عبادي يمكن تلفت الله يمكن تلفت الله شوف العبودية علاقة بين عابد ومعبود أو معبود وعابد خلاص حرارها زي ما أنت عايز بس عشان نوريك بس هتمشي إزاي هي علاقة أنا أسألك سؤال أي علاقة بين طرفين بتمشي إزاي بالبلد خالص لو أنت راجل منصف هتقول لي والله الطرف ده حيحط شوية والطرف ده حيحط شروط والطرف ده حيحط شروط طب أنا هقول لك بحسب علاقتهم يعني أو بمكانتهم من بعض مش كده مثلا ده في الأدب بقى طب واحد في توا وغلبان ولله المسأل هيفرض كل الشروط مش كده واحد قليل الأدب واحد مؤدب واحد سميها زي ما تسميها هي علاقة البقاء فيها أو الفيصل فيها للأقوى فما بالك بالله تبارك وتعالى وأنا حرر كل الكلام اللي أنا قلته ده أسحبه لأنه الله طب فهو المعبود فالعلاقة بين معبود وعابد السؤال هل تنضي هذه العلاقة على مراد المعبود سبحانه وتعالى أم على الهوى العابد ما أنت لو تيجي عند عابد هيبقى هوى طب العابد الواعي هيقول إيه على مراد المعبود زي ما ربنا يقول أنا هنفذ طب ما ربنا قال وإنت ما نفذتش يبقى أنت على الهوى أه بالضبط كده أنت كده على المحكز هي بما قالنا إذن أه على طول طب خد بالك واحد يقول لك لأ بس أنا منفذ حلو قوي بس خد بالك شوف القرآن قال إيه قليل 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 هم جعلني من الأقلين الرسول يدخل على عمر فيجد أن عمر بيقول اللهم اجعلني مع القليل أي قليل فتجد أن كثرة القرآن في النهار الله أعوذ بالله والتجربة تملنا بقولها أرجو مراجعة 103 و106 يوسف عشان تعرف إحنا فين هل يتصور أن الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بيقوله كده هو واقع مؤلم ستجده يا محمد وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فأنا ما أسمع ولو حرصت طب هو حرص والله ما حرصش هو بس الضبط كده عزيز عليهما عاندته حريص عليكم يعني هو حرص بس القاعد ده قانون ده قاعدة ده الواقع المؤلم الذي يعلمه الله تبارك وتعالى بل وأراده وأراده الله لأن هذا الإله الحق قولا واحدا آه طبعا قولا واحدا لا يعبد إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه خلاص هو قال كده فشطرتي أنا إن أنا إيه ما أقولش أقول طب هو ده عدل طب هو ده ينفع طب لا خش على طول تحت أدخل تحت تحت مظلة الحكمة تحت الحكمة والعقل والمنطق يعني أنا النهار ده لما أعلم أن الله تبارك وتعالى أراد بصفتي معبود بصفتي عابد أيوه بصفتي عابد أعمل إيه على فكرة بنغلط فيها كلنا ما تقلقش أنا آسف والله يغفر أنا غلطان فيها في حلقة كاملة وما تصلحتش للأسف يعني نسأل الله نعفو أننا عنا وعنت فأنا بس بطمينك المهم فحينما أسمع أنا الآية وأنا عائل يعني ربنا أدني عائل وحكمة هل ظلم على طول شوف بقى اللي قبلها اللي هو الحديث طب هل ظلمني الله تبارك وتعالى ده بعيد لرسول فين الظلم لا ده حرم الظلم وحرمه أول ما حرمه على نفسه سبحانه ودي قضية هنشرح قضية صعبة أوي أننا أتصورها حتى خلاص إذن الآية قطيرة ونحمد الله عليها طبعا طبعا ونسجد حامدين شاكرين لو قالنا ظلم خلاص أحنا مش فيها أعمل إيه خلاص هتعمل إيه صح طيب وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يعني القعدة هتبقى الأغلبية على الكفر والشرك والإلحاد 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 دلوقته دا بيطلع يقول لك أنا ملحد يعني نائس نسقفه الملحد ويعرف نفسه عايز أكثر من كده يبقى صدق الله سبحان الله تعالى صدق الله فيما أراضه صدق الله فيما قضى صدق الله صح صح صح